أعود معاك أستاذ عباس أعترنا موضوع المدارس الأهلية يعني في حال أدم التزامها يعني أو مثل ما نقول البعض غير ملتزمة بقرارات وزارة التربية فهي صح يعني مضلتها مضلتها وزارة التربية لكن ما تلتزم أما كيف راح تلتزم برأيك بالأمور الصحية والوقائية وإلى آخره بما أنه حسب كلامك حسب ما فهمته بأنه لازم هي تميل يعني سوزات التربية لازم تميل ويا وزارة الأوية المدارس الأهلية مو العكس هو الصحيح هي بالأجور ما التزمت تريد تلتزم برأيك البعض وكرر هاي النقطة تحديدا بالأجور ما التزمت تريدها تلتزم بالأمور الصحية بصورة دقيقة شوف أستاذ رادي الالتزام بالأمور الصحية هذا أمر مستبعد تماما لا بالمدارس الأهلية ولا بالمدارس الحكومية في أغلبها استقسم من عتم التزم جزاهم الله خير الجزاء أغلب المدارس الأهلية هي عبارة عن بيوت مساحتها ما تتجاوزه لـ 300 متر لما تجي أنت تريد الطبق الشروط الصحة والسلامة وأعداد الطلبة طبعا بالوقت الحاضرة أعداد كبيرة جدا بالمدارس الأهلية إذا دوام مستمر لمدة خمسة أيام بالأسبوع أو ستة أيام بالأسبوع أكيد راح يكون هناك تجمعات وازدحام بداخل المدارس هذا الموضوع يعني مع هذا كل هذا والدوام الازدحام بالمدارس الأهلية الأهالي عدتهم رغبة أنه ينقلون أبنائهم من المدارس الحكومية للمدارس الأهلية لسبب بسيط أن الطالب خلال سنة كاملة ونصف هو غير يعني ما عنده شغل شاغل غير الأنترنية أو اللعب خارج البيت أو السهر يعني نحن فاقدين جزئين أساسيين بالنسبة خصوصا مراحل الابتدائية قضية التربية وقضية التعليم والتربية شيء أساسي بالنسبة للطالب حضوره بالصاف واستماعه للمعلم والمدرس وأخذ المعلومات من عدهم سواء العلمية أو التربوية هذا أمر مهم وانتقيت جنبة جنبة الانترنت والسهر يعني إيد وحدة ما الصفق مهما يكون رغم القصور الموجود خلال دور عفوا نشوف الساد رائع بس العائلة الهدور أساسي أنا معك أنا معك قضية مهمة يعني لا تجي للطالب هستاذ قل له بيوم واحد يقول له كاني دروسي ما لليوم واحد مستعد أن أكملها خلال يوم واحد أو يومين باقي الأيام ما ممكن أنه أنت ضلت لزمة بهذا الموضوع لمدة أسبوع هذا موضوع صعب ولكن أنا قلت لك نحن سناقشنا مفردت أن الطلبة يتوجهون للمدارس الأهلية وعلى أساس أن المدارس الأهلية موفرة للأجواء الصحية والتباعد الاجتماعي وأن المدارس الأهلية هي أفضل بكثير مدارس الحكومية مع العلم عدنا مدارس حكومية وضعها صعب ولكن عدنا مدارس حكومية في أكثرها هي مدارس يعني مدارس كبيرة ومدارس صفوفها كبيرة وأعداد طلبتها ليس بالمستوى فعلا نحن عدنا مدارس تصل أعدادها لألف طالب نتقسمها واحد على ستة يصير مئتين طالب اللي عدد طلابها ألف تلقو بيها أقل شيء أستاذ عباس أستاذ عباس كل أوائل العراق من مدارس حكومية تسعين بالمئة من الأوائل أما من المدارس الحكومية أذن بالوقت الحاضر هناك رسالة للأسف رسالة سلبية وإن كانت هي غير مقصودة للأهالي على أن القطاع الحكومي من الممكن أن يبقى متعطل بالجانب التربية والتعليم والقطاع الخاص هو من الفعال لأن القطاع الخاص خارج الهدوات دور لجنة التربية برايك شنو؟ تحديدا بصراحة لجهة التربية النيابية بتنسيق عالي مع وزارة التربية والضغط قائم على أن نريد نصل إلى الدوام لثلاثة أيام وزارة التربية أعتقد كان عدها اجتماع يوميا أو ثلاثة ومثل ما ذكر الأستاذ دكتور حسين على أنه قدمت مقترح الرئاسة للوزراء أن يكون وهي هنا المشكلة أنه إحنا أخذنا قرار اليوم واحد من مجلس الوزراء المفروض الموضوع ما يخص مجلس الوزراء إحنا لازم نرجع بقرار مرة ثانية لمجلس الوزراء وحول الدوام إلى يوميا المفروض وزارة التربية بالتنسيق مع وزارة الصحة هي اللي يتقرر بقرار مرة ثلاثة